زي ما وعدتكم باني هنزل شرح واتزا هاك زا بوكس الملصة بتاعت هاك زا بوكس شنو وكيف تعمل تتصل عليها عن طريق ال vpn وكيف مثلا نحل الكلان عشان نعمل شنو ساين اب ونسجل فيها طيب هاك زا بوكس انت شان تسجل معهم لازم في الاول تثبيت بانك عندك الاساسيات بسيط تقوم تحله عشان بعد كده لتعمل شنو ساين اب طيب نحاول نشوف الكلان بتنحله او نشوف الهاك زا بوكس دي فكرة سريعة عنها دي لنسل سبونسر منها المين سبونسر طيب هي منصة بتدق فيها مجموعة من الماشين الفانرابول انت تعمل عليها الفيث كاملة بتاعتبين تستين لحدود ما تصل شنو على الاكسبلويد بعد ما تصل على الاكسبلويد بتعمل بوست اكسبلويد تيشن انك بتعمل شنو بتحتك طيب حاسي قام قلية في عندهم سبعة وثمانين ماشين دير الاونلاين منبر الحاسي ناس داخلين تزو عمية اثنين وعبعين ايه ده ال VPN connection ده ال response time ده الناس يعني زي معلغين يعني ده واحد قال انه هوا المخش طواري كانوا قام اشتري طواري ال VIP ال VIP بتدق انة بعد كده ماشين ايسولاتي تقدر تشتغل عليها او ممكن يدق اكتف ديريكتري كامل شبكة كاملة يقوم يقولوا ليك جيب لنا الادمستريتر باسورد طيب هنا هون ممكن يوظفوا ناس يعني بيشوفوا ممكن لأي طلبات من الشركات دار توظف ناس بيشوفوا الناس الأعلى الراند بيجايبين هنا ده بيقوموا بيشوفوهم لهم بيتواصلوا لهم معهم أو ممكن يدوك هنا برايفت لاب يدوك انت كان شركة يقوم يدوك مثلا لاب براكة والناس الموظفين عندك أو البيتسترال عندك يعمل شنو يعمل فيما بينهم ويطوروا مهارتهم دي الماشين اللي حدي حسي نازلة 87 ماشين فانت تحسي مثلا الأكتف ماشين ما بتقدر شنو يعني تنزل لهم وقصروا أو تنزل الحلول بتاعتهم على الانترنت فعشان تقدر تنزل الحلول فآخر اثنين ماشين بيبقوا ريطايرت فانت ممكن تقوم تنزل لهم الحلول بتاعتهم طيب نجي نعمل هنا جوين جوين حقزة بوكس قال لي طيب مرق الانفايت كوت انت لازم يكون عندك الانفايت كوت ده هنا الجلن كيف نحن نمرك شنو الانفايت كوت طيب ممكن هنا ده من الفايرفوكس اقوم اقول لهو انسبكت امشي لسورسيس اشوف كل الملفات الانكيلوديت هنا في البيج دي في هنا دومين برا خارجي جايب منه ملفات جاباسكريبت طيب نشوف هنا ده من جوه الدومين بتاع حقزة بوكس في ملف هنا بتاع جاباسكريبت اسمه انفايت لو فتحناه في والكوت بدا انك كيف مثلا تجيب شنو الانفايت كوت نشوف الطريقة هنا ده في فايرفوكس هنا باجي بعمل برضو انسبكت المنت لكن ما في هنا فوكس سورسي باشرة الواحد ياما يمر عن الكوت هنا ده لحدد ما تفتش في الكوت وتقوم تشوف مثلا اي انكيلوديت فايل او بما انه نحن هنا عارفين انه انفايت نقوم نقول له انفايت نبحث عنه طيب هنا انفايت انفايت طيب ده هنا ملف بتاع جاباسكريبت تعمل له انكلوديت اللي ده هو الباس بتاع انك تعمل شنو الانفايت كوت جي اس انفايت اي بي اي من جي اس ده الكوت زي ما شايفين جاي ان الكوت شنو أوبسكيت اي انو ما واضح او ما ظاهر فانا بعمل له اول حاجة هنا شنو دي أوبسكيشن في موقع هنا ده دي أوبسكيت بديوه الكوت بتاع الجاباسكريبت مباشرة بجي بقوم بقول له بيوتيفول جاباسكريبت بقوم بيمرق ليش شكل الكوت على شكل شنو دي أوبسكيت في فانشن زي ما شايفين هنا ميك انفايت كوت بتعمل اجاكس ريكوست الفيرب التايب بتاع شنو بوست في شكل بتاع جيسون لل يوار الا اي بي هاي انفايت هوتو جينريت طيب مفروض نعمل حسر ريكوست بوست اه لل يوار الا طيب ممكن ارسل هنا الريكوست بوست عن طريق اي تولز فانا هنا هتخدم دولز كيرل نوع ريكوست بوست في الريكوست بوست الريكوست بوست طيب ده الResponse يعني Success D-data Basic-st4-encoded 200 معلات Successful طيب حاجوم عمل لي وD-code Copy من الCommand-Line Ctrl-Shift-C Ctrl-Shift-V-Best الكلام ده حعمل لي وD-Direct في ال-Best 64-D-code دي المسج أجدني In order to generate the invite code قل يعمل request دي تاني لل-UR أيضا داني حعمل kill Byte تاني جاني الResponse encoded basic-st4 هعمل لي وD-code ال-Basic-st4 شكله بكون واضح بيكون capital و small حروف و أرغام و آخره دائما بيكون مثلا equal أو double equal دي من السيمات الممكن تعريفه بهوه و ممكن تدخله في ال-Burb-Suite بيكون تقول لي و اسمار دي كود فا بريك لك نوع ال-Encoding copy اعمل لي وإيقو redirect B-64 دي كود ده ال-Invite code طيب هنا ال-Request اللي وجد عملته مثلا بال-Tools كيرل لازم ال-Request الثاني اللي هو داريك اللي بيكون بديك ال-Invite code ال-A-B-I invite code تعمل برضو ب-Kirl لأنه بيعملوا ترسل ال-A-B بتاعك فا كده حصلنا على ال-Invite code نشوف بعد كده الجزء الثاني كيف أعمل شنو to enter to network through VPN طيب حسنا عامل login ال-User بتاعي بتاجي هنا ل-Axis هنا بدوك الملف بتاع ال-VBN قليشان أجي أنزله أضغط هنا في here وبعد كده مسلا بس بس تخديم ال-Tools اسمه OpenVBN أصلا بدوني الملف هنا Configure جاهز فده مثال مؤدني له مثلا أي أجم 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 له OpenVBN الفاني الحكوم حنزله معي حاجة نزله هنا أضغط في here ده الملف حعمل لي و safe زي ما شايفين ده هنا الملف عندي قلنا حفتحه كيف بال-Tools اسمه OpenVBN أي حاجة زي ما شايفين مصطبة جاهزة فكده طوال شنو لما نقول لي sequence completed معناتك كده أنا حتى مصطبة جاهزة في نتوارك بتاعاتهم معهم في VBN أعمل New Tab نجي ممكن نشوف هنا If Config حلقة عندي Network Interface Card كريت شبكة جديد اللي اسمه Tune Zero درنجي بتاعهم حسي ودوني الـ IP ممكن نعمل به مثلا على أي ماشين منهم مثلا حسي عمل به 10.10.10 دين حسي ماشين عندهم اكتف بعد كده ممكن أبدأ تستعليع ضوء عليه كده أنا رفت كيف أخوش في VBN وكده رفت كيف أعمل Generate للكود بعد كده المفروض عليه Open the Game and Play اشتركوا في القناة